دوي ما بين التعظيم والتقزيم وهذا هو الجزء السادس عشر في الحلقة الماضية بعد مقدمات لا أريد أن أعيد ذكرها طلباً للانتفاع من وقت الحلقة بعد مقدمات وصلت معكم إلى تقسيم النبوءة إلى نبوءة جفرية ودينية وبشرية وبدأت بالنبوءة الجفرية وإنما هي جفرية نسبة إلى الجفر لا أريد أن أعيد ما ذكرته من معاني الجفر في لغة العرب إذ لا علاقة لتلك المعاني بما أتحدث عنه في هذه الحلقات لخص لكم معنى الجفر في ثقافة العترة الطاهرة أولاً الجفر عنوان لكتاب من مختصاتهم كتاب مرموز يحتوي على علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة لن أعيد التفاصيل التي ذكرتها في الحلقة الماضية هذا هو المعنى الأول للجفر والمعنى الثاني فإن الجفر يطلق على خزانة من جملة ما حدثنا أهل البيت عنها حدثونا عن أوعية مصنوعة من الجلد من جلد الماعز وجلد الشات والثور والبعير هذه خزانة تجتمل على مواريث النبوة ودلائل الإمامة هذا الكلام تقدم بتفاصيله في الحلقة الماضية ما تم ذكره نحن لا نمتلك اطلاعا لا على الكتاب الذي هو معنون بالجفر فهو من مختصاتهم مثل ما قرأت عليكم عن إمامنا موسى بن جعفر من أن الكتاب هذا لا ينظر فيه إلا نبي أو وصي نبي وأما الخزانة فهي من مختصات إمام زماننا يبرزها عند ظهوره الشريف كل ذلك مرتبط بالمشروع المهدوي العظيم لكن في آخر الأمر فنحن لسنا مطالعين على تفاصيل الكتاب ولسنا مطالعين على تفاصيل ما في تلك الخزانة المهدوية إلى هنا بينت لكم معنى الجفر هذه الكلمة في لغة العرب وهذا المصطلح في ثقافة العترة وكل ما تقدم ليس لنا من صلة مباشرة به وليس لنا من اطلاع عليه سأبدأ معكم في هذه الحلقة وأحدثكم عن الجفر عند الناس عند الشيعة عند السنة عند الناس جميعا الناس هكذا يتخيلون في أجوائنا الشيعية وحتى في الأجواء السنية من أنه يوجد كتاب كتبه أمير المؤمنين عنوانه الجافر هذا الكلام يردده يردده الناس في الوسط الشيعي وفي الوسط السني لا أريد أن أتحدث عن الوسط السني في الوسط الشيعي الشيعة عامة الشيعة وربما بعض خاصة الشيعة أيضا يعتقدون بوجود كتاب لأمير المؤمنين عنوانه الجفر العلوي عنوانه كتاب الجفر لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وفي الحقيقة لا يوجد كتاب بهذا الوصف في مكتبة أهل البيت سؤال هل كتب أمير المؤمنين أو أحد الأئمة هل كتب أمير المؤمنين أو أحد الأئمة كتابا يشتمل على ما يسمى بالجفر ووفر هذا الكتاب للشيعة على الأقل الجواب كلا لا يوجد كتاب كتبه أمير المؤمنين أو أملاه على أحد أو رواه أحد من الرواة عنه لا يوجد كتاب بهذا العنوان إنني أحدثكم عن تحقيق وتدقيق وتتبع وخبرة أنا لا أتحدث هنا جزافا فنحن في أجواء العترة الطاهرة ليس عندنا من كتاب كتبه أمير المؤمنين أو أملاه على أحد أو أن راويا من الرواة نقله عنه سمع الكلام من أمير المؤمنين وهو نقله شفاها لغيره من الرواة أو أثبته في كتاب من الكتب ليس هناك من كتاب لأمير المؤمنين أو لأحد الأئمة لا كتبوا ولا أنهم أملوا على أحد ولا أن أحدا من الرواة روا عنهم مثل هذا الكتاب غريب هناك كتاب منتشر في الوسط الشيعي وقد انتشر في السنوات الأخيرة عنوانه ماذا قال علي عن آخر الزمان الجفر الأعظم السيد علي عاشور مؤلف الكتاب ماذا قال علي عن آخر الزمان الجفر الأعظم الطبعة التي بين يدي هي طبعة فرصاد طهران إيران الطبعة الثانية 2007 ميلادي في أول صفحة من الكتاب وتحت عنوان جفر علي عليه السلام يقول المؤلف السيد علي عاشور الجفر هو كتاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فيه مختلف العلوم وهو من الكتب المفقودة باستثناء بعض الروايات التي تنسب للجفر هذا الكلام ليس صحيحا لا يوجد كتاب لأمير المؤمنين بهذا المضمون بهذا الوصف نحن عندنا الكثير والكثير من خطب أمير المؤمنين عندنا الكثير والكثير من الأدعية والمناجيات نثرا وشعرا وعندنا الكثير من كلماته القصار وعندنا الكثير من إجاباته هناك كثير وكثير من الكلام عندنا جاء من قولا عن سيد الأوصياء حكم كلمات قصيرة أشعار خطب موجزة خطب طويلة كتب رسائل أحاديث كثيرة تفاصيل كثيرة عن سيد الأوصياء لكننا لا نعرف أن أمير المؤمنين قد ترك لنا كتابا بهذا الوصف هناك كلام ينقل في كتب المؤرخين في كتب المؤرخين من مخالفي أهل البيت تارة ينسبون الكلام إلى الشيعة وأخرى يشيرون إليه بنحو إجمال وينتشر مثل هذا الكلام في الوسط الصوفي السني لا شأن لي بمؤرخي المخالفين ولا شأن لي بصوفية المخالفين في مكتبة العترة الطاهرة التي بين أيدينا والتي نعرفها لا يوجد كتاب بهذا الوصف مطلقا فهذا الكلام ليس صحيحا بالمطلق الجفر هو كتاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فيه مختلف العلوم وهو من الكتب المفقودة باستثناء بعض الروايات التي تنسب للجفر هذا الكلام ليس صحيحا بالمطلق لا يوجد كتاب عنوانه الجفر كتبه الأمير كتبه أحد الأئمة أملاه الأمير أملاه أحد الأئمة رواه الرواة عن الأمير أو عن أحد الأئمة بهذا المضمون الذي يتحدثون عنه سؤال آخر هل كتب أحد الرواة من رواة الحديث الذين نعرفهم كتابا بهذا المضمون نقلوه عن الأئمة صلوات الله عليه الجواب لا يوجد شيء مثل هذا أبدا السؤال الثالث هل هل كتب عالم من علماء الشيعة المعروفين بالاطلاع على حديث أهل البيت كتابا بهذا المضمون وبهذا العنوان وأرجعه إلى أمير المؤمنين وأرجعه إلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الجواب لا يوجد مثل هذا ففي مكتبة العترة الطاهرة لا يوجد كتاب عنوانه الجافر عن الأئمة ولا عن رواة حديثهم الذين نعرفهم ولا عن كبار علماء الشيعة الذين عرفوا بالتخصص بالاطلاع على مثل هذه المطالب فما يتناقل على الألسنة بين الناس في الوسط الشيع من وجود كتاب بهذا الوصف هذا الكلام ليس صحيحا وليس دقيقا ما ينقل في بعض الكتب أو على بعض الألسنة على المنابر من كلام يقال من أنه من كتاب الجفر لأمير المؤمنين هذه مستخرجات جفرية المستخرجات الجفرية شيء آخر سأحدثكم عنها المستخرجات الجفرية ما هي بكلام منقول عن أمير المؤمنين لا من كتاب ولا من لسانه صلوات الله وسلامه عليه ولا من كتاب للأئمة ولا من ألسنتهم الشريفة المستخرجات الجفرية شيء آخر يرتبط بعلم الجفر الذي لا علاقة له بالجفر الذي حدثكم عنه في الحلقة الماضية الجفر الذي حدثتكم عنه في الحلقة الماضية من مختصاتهم كتاب من مختصاتهم وخزانة لمواريث النبوة ودلائل الإمامة هذه الحقائق يظهرها إمام زماننا عند ظهوره الشريف نحن لا شأن لنا بها نحن نتحدث عن زمان الغيبة وأحكامها وواقعها فما ينقل في بعض الكتب وما ينقل على بعض الألسنة ويقال من أنه من جفري علي صلوات الله وسلامه عليه لا أريد أن أحكم على ذلك لكنكم ستعرفون الحكم بعد تسلسل الحديث هذه مستخرجات جفرية المستخرجات الجفرية ما هي بأحاديث أهل البيت المستخرجات الجفرية تشتمل على مضامين قد تكون صحيحة وقد تكون ليست صحيحة وقد يختلط فيها الحابل بالنابل فيختلط فيها الصحيح بالأجرى وقد يتحدث الناس عن علم الجفر عن الجفر من أنه أرقام وحسابات ينتفعون منها مثلا في تجارتهم مثل ما يعرف عن تجار اليهود مثلا هكذا يقال عنهم من أنهم ينتفعون من علم الجفر في تشخيص وتسيير أمور تجارتهم إذا صدق هذا القول ومن أن علم الجفر يمكن أن يشخص أسباب الانتصار في الحروب بحيث أن الملوك والسلاطين ينتفعون منه لأجل أن ينتصر في معاركهم وحروبهم إلى غير ذلك من الأغراض والمصالح والمنافع والحاجات التي يحتاجها الناس من كبار القوم ومن صغارهم في شؤون حياتهم اليومية كلام كثير يتردد على ألسنة الناس بهذا الخصوص تشخيص الأمراض وتشخيص الأدوية مثلا هناك من يتحدث عن استنباط الأحكام الشرعية من خلال علم الجافر كلام كثير يتردد على الألسنة هذا الذي يتحدثون عنه يمكنني أن أصلح عليه مستخرجات جفرية عبر القواعد الجفرية عندنا نوعان من المستخرجات الجفرية هناك مستخرجات جفرية عبر الجداول الجفرية الكاملة وهناك مستخرجات جفرية عبر الجداول الجفرية المجتزعة الناقصة الصغيرة والتي يمكنني أن أصلح عليها القواعد الجفرية فمستخرجات من الجداول الكبيرة هذه هي المستخرجات الجفرية التي حدثتكم عنها قبل قليل تأتينا عبر الجداول الكبيرة أما هذه الأمور التي أشرت إليها كتشخيص الأمراض والأدوية مستخرجات من الجداول الجفرية الصغيرة السؤال هنا هل نستطيع أن نقطع قطعا كاملا بصحة هذه المستخرجات ربما يعتقد الناس بهذا بالنسبة لي أقولها لكم صريحة هذه المستخرجات من الصنفين لا يمكننا أن نقطع بها أنا على اطلاع مجمل بهذه المطالب منذ أن كنت في العشرين من عمري فهذا الأمر ما هو بجديد عليه ولذا فإنني أتحدث وأتحدث وأنا مطمئن إن لم أكن قاطعا تماما القطع بما أقول المستخرجات الجفرية من الجداول الكبيرة والمستخرجات الجفرية من الجداول الصغيرة لا يمكننا أن نقطع ذها احتمال الصواب قد يكون كبيرا فيها إذا كانت قواعد التكسير سليمة وجربناها أما إذا لم تكن قواعد التكسير سليمة ولم تكن دقيقة ولا نعرف مصدرها قد تكون نتاجا من تجربة شخصية لأحد الذين يمتلكون خبرة في العمل بجداول الجافر فبإمكانه أن يضع قواعد تكسير من خلال ممارسته ومن خلال تجربته قد لا يكون كلامي واضحا إنما أردت أن أعطيكم ثكرة عن الذي يعتقده الناس بعلم الجافر وهم لا يملكون صورة صحيحة كاملة عنه لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذا الاتجاه لكنني مثل ما حدثتكم عن معنى الجافر في اللغة والمعاني والمعاني اللغوية مثل ما تابعتم في الحلقة الماضية لا صلة لها بحديثنا ومثل ما حدثتكم عن الجفر في ثقافة العترة وشرحت ما شرحت لكم ونحن لا صلة لنا بذلك الجفر لأننا لا نملك طريقا للإطلاع عليه حدثتكم الآن عن الجفر في تصور الناس من هنا فإنني حين أراجع الكتب التي ألفت في الجفر أجدها لا علاقة لها بالجفر في المكتبة الشيعية وفي المكتبة السنية على حد سوى إنني أتحدث منطلقا من خبرة المحدودة فإنني لا أحدثكم بخبرة شخص آخر إذ ربما هناك من يرفض حديثي هذا لكنني أتحدث بخبرتي وانطلاقا من معرفة المحدودة ما قرأته من مؤلفات تحت هذا العنوان الجافر وما هي بقليلة هناك العديد من الكتب قد ألفت في المكتبة الشيعية وفي المكتبة السنية تعنون تعنون كتب كتب تعنون بالجفر وما فيها من الجفر شيء ما يتحدث به المتحدثون في الفضائيات أو على الإنترنت وكثيرون يتحدثون عن الجفر في الإنترنت في الوسط الشيعي وفي الوسط السني وفي بعض الأحيان أجد من المسيحيين أيضا يتحدثون عن الجفر ما سمعته من الألسنة الشيعية والسنية والمسيحية عن الجفر لا أدعي أنني قد تابعت كل ما قيل عن الجفر على شبكة العنكبوتية لكن ما يظهر أمامي فإنني أطلع عليه وأطلع عليه بدقة في الحقيقة ما وجدت شيئا عند الذين يتحدثون عن الجفر من الشيعة من السنة من المسيحيين من كل الذين تحدثوا عن الجفر على شبكة العنكبوتية ما وجدت عندهم شيئا يتحدثون عن شيء آخر أو أنهم يتحدثون في حاشية حاشية الحواشي إلى هذه اللحظة بحدود اطلاع المحدود لا وجدت كتابا ولا وجدت متحدثا يتحدث عن علم الجفر بشكل صحيح إلى هذه اللحظة بحدود اطلاع عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود الذي صار أمامي من الكتب ومن المتحدثين أنا لا أتحدث عن شخص واحد ولا أتحدث عن عشرة أو عن عشرين أتحدث عن عدد هو أكثر من ذلك من جهة الكتب ومن جهة المتحدث أنا لا أتحدث عن كتاب أو كتابين وإنني إذ أحدثكم أتحدث عن عقود من الزمان قلت لكم قبل قليل أنا على اطلاع محدود بهذه العلوم وهذه المعارف منذ أن كنت في العشرين من عمري فعبر السنين وأنا أطالع وأطالع وأقرأ وأستمع وأشاهد في الحقيقة إلى هذه اللحظة لم يقع في يدي كتاب عن علم الجفر هو في الحقيقة عن علم الجفر ولم أستمع ولم أشاهد محدثا يتحدث عن علم الجفر وهو يتحدث عن علم الجفر إما أن يتحدث عن شيء آخر لا علاقة له بعلم الجفر أو أنه يتحدث في حواشي 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 الموضوع نذهب إلى فاصل عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادقة صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين قلت وما هي جعلني الله في ذاك قال قول الله عز وجل ولنبلو النقم يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمراء وبشر الصابرين قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانه والجوع بغلى أسعارهم ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل ونقص من الأنفس قال موت ذريع ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج ثم قال لي يا محمد هذا هذا تأويله إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم معروف في الوسط الشيعي عن الشيخ البهائي من أنه من علماء هذا العلم وكذلك في الوسط السني معروف عن الصوفي محي الدين ابن عربي من أنه من علماء هذا العلم من أشهر علماء هذا العلم مثل ما يتردد على الألسنة في الوسط الشيعي الشيخ البهائي محمد بهاء الدين العاملي وفي الوسط السني مثل ما قلت لكم محي الدين ابن عربي الصوفي الشهير لقد تتبعت ما هو متوفر من كتبهم وخصوصا ما هو متوفر من كتب الشيخ البهائي في الحقيقة لا أخفيكم سرا إنني لم أجد ما يدل على علم واسع في علم الجافر أتحدث عن المعطيات التي وصلت يدي إليها ربما البهائي وربما ابن عربي لم يكشف عن علمهما وربما ألف ولكن لم يصل إلينا أنا أتحدث عن المتوفر في كتبهم وعن المتوفر في كتب تنسب إليهم قد تكون من كتبهم وقد لا تكون غاية ما وجدته مستخرجات جفرية متناثرة قد تكون من الصنف الأول من الجداول الكبيرة من مستخرجات الجداول الكبيرة وقد تكون من الصنف الثاني وهي كثيرة عند الشيخ البهائي مثل ما ينسب إليه في الكتب التي نقلت عنه وفي الكتب التي هي من آثاره ومن مؤلفاته بين أيدينا هناك قواعد جفرية حين أتحدث عن القواعد الجفرية ما يستعمل لمعرفة جنس الجنين في بطن أمه هل هو ذكر أم أنثى ما يستعمل لمعرفة الزوجة المناسبة هل فلانة تكون زوجة مناسبة لفلان هل أن فلانا يكون زوجا مناسبا لفلان من الذي سينتصر في هذه الحرب الدائرة سين أم سات من من الذي سيكون ملكا بعد موت الملك المعاصر هل هناك غلاء في الأسعار سيكون في السنوات القادمة سينتصر أي البضائع سنخزنها كي ترتفع أسعارها وبعد ذلك ننتفع من بيعها حينما ترتفع الأسعار وهكذا هذه هي القواعد الجفرية المستخرجات الجفرية من النوع الثاني من الجداول الصغيرة مثل هذا موجود في كتب البهاء على أي حال أنا لست بصدد الحديث عن تأريخ البهاء وتأريخ محي الدين ابن عربي إلا أنني أوردت هذين الإسمين لأن قواعد التكسير قواعد الحساب الموجودة عند المشتغلين في الأمور الجفرية تعود إليهما هناك تكسير ابن عربي وهناك تكسير البهاء وَأَنَا أَقْطَعُ بِأَنَّ التكسيرين لا صلة لصاحب الزمان بهم فتكسير البهاء ربما ورثه من سابقه أو ربما هو قد استنتجه بنفسه وكذلك ابن عربي الخلاصة الخلاصة ما يستخرج مما يسمى بعلم الجفر لا نستطيع أن ننسبه بشكل مباشر إلى محمد وآل محمد صلوات الله عليه ولا نستطيع أن نقطع به القضية بين بين نذهب إلى فاصل عن زائدة ابن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك فقلت وما استدارة الفلك فقال اختلاف الشيعة بينه وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا يا جابر لا يظهر القائم حتى حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدون ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سوا المراد ليس هناك من طرف على الحق ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سوا وينادي مناد من السماء وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي متى يكون هذا الأمر فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة ما أحدثكم به هو بحدود اطلاع المحدود هذه المطالب تحتاج إلى شرح وتفصيل وتبيين قد أحتاج فيه إلى حلقات وحلقات كثيرة جدا أنا سأجز لكم الكلام وبحدود اطلاع المحدود حدثتكم عن مستخرجات من الجداول الكبيرة وعن مستخرجات من الجداول الصغيرة الجداول الصغيرة ليست مهمة وهي كثيرة سأحدثكم عن الجداول الكبيرة لا بد أن تعرفوا بأن علم الجافر بالضبط كجهاز الكمبيوتر إذا أردنا أن ننتفع منه لا بد من توفر هذا الجهاز ب قدرات جيدة ولا بد أن يتوفر برنامج مشغل لهذا الجهاز من دون البرنامج المشغل لهذا الجهاز فإن الجهاز لا يكون نافعا بأي وجه من الوجوه علم الجفر الذي أريد أن أحدثكم عن يتكون من جزئين الجزء الأول الجداول الجداول تمثل جهاز الكمبيوتر الجزء الجزء الثاني من علم الجفر قواعد التكسير قواعد التكسير البرنامج المشغل للكمبيوتر في الحقيقة الذي أعتقده من أن المتوفر بأيدينا بأيدي الناس عموما بأيدي الشيعة من الذين لهم الطلاع في هذا المجال المتوفر الجهاز فقط برنامج التشغيل ليس موجودا قواعد التكسير التي نقلت عن البهاء هذا إذا كان صعيحا قد نقلت عن البهاء وقواعد التكسير التي نقلت عن ابن عربي هذا إذا كان صعيحا قد نقلت عن ابن عربي هذه القواعد لا نستطيع أن نطمئن إليها لا علم لنا أن القواعد هذه قد وردتنا من إمام زماننا لا نملك أي دليل على ذلك وبالتالي فهذه البرامج المشغلة ما هي بالبرامج الصحيحة المتقنة الذي أعتقده من أن قواعد التكسير الأصلية التي جاءتنا منهم هذا إذا كان قد جاءتنا منهم القواعد الأصلية أعتقد أن الإمام الحجة قد رفعها لأن القواعد الأصلية إذا ما استعملت مع الجداول السليمة الصحيحة هذه الجداول معقدة إذا ما حدث فيها خطأ يسير فإن النتائج لن تكون صحيحة إذا توفرت الجداول السليمة الصحيحة وتوفرت قواعد التكسير الأصلية عنهم صلوات الله عليهم فإن الكثير من الأسرار التي ترتبط بأحوال الشيعة المرتبطين بإمام زماننا ستكشف أتحدث عن خواص الشيعة وهذا ما سيعرض هؤلاء إلى المخاطر الكبيرة لا أتحدث عن المخاطر من الناس وإنما أتحدث عن المخاطر من أتباع إبليس فإبليس له اهتمام كبير بهذا الأمر هذا موضوع معقد ومعقد جدا من هنا فإن قواعد التكسير المتوفرة لدينا لا نستطيع أن نقطع بصحة نتائجها هذه قواعد تكسير البهاء إما أن تكون من عنده أو من عند أشخاص آخرين قد تعلمها منه وكذا ما يرتبط بابن عربي الصوفي وبغيرهما أنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء في هذه العجالة جداول الجفر جداول الجفر هي عبارة عن خرائط هذه الخرائط تعتمد الأنظمة الحرفية لأن الحروف رموز ترتبط بمنظومة التكوين بخرائط التكوين وعلم آدم الأسماء كلها علمه الأسماء الأصول وعلمه الأسماء الفروع كلها والأسماء في رتبتها الصوتية حروف الحروف أصوات والأصوات إشارات ورموز فجداول الجفر بنيتها الأساسية حروف وتراكيب الحروف هي تراكيب خرائط التكوين كل كائن له اسمه الخاص لا أتحدث عن الإسم الذي يعرف به بين الناس هذا سنأتي عليه سنأتي عليه بعدما أكمل كلامي في النبوآت وأنواعها وسأطرح سؤالا هذه العلوم ووسائل التنبع هل بإمكانها أن تخترق الإمام المعصوم هذا السؤال مهم جدا سأطرحه وسأجيب عليه مفصلا في الحلقات القادمة حينها سأحتاج أن أحدثكم عن الأسماء فكل شيء له اسم بمثابة الكوت الآن نحن إذا ما ذهبنا إلى السوبر ماركت كل بضاعة لها كوت هذا الكوت يوضح تفاصيل أمرها ولذا حينما لا تستطيع قارئة الشفرات أن تقرأ شفرة البضاعة الكوت فإن الكاشر البائع المسؤول عن بيع البضاعة واستلام الأثمان سيضطر أن يدخل إلى المعلومات المفصلة عن هذه البضاعة في داخل الجهاز وهذه القضية قد تكون بسيطة في السوبر ماركت إنها معقدة في المؤسسات العلمية وفي المؤسسات العسكرية وفي المصانع التي تكون صناعاتها معقدة وكبيرة الحكاية معقدة جدا أساسا كل كائن له شفرته التكوينية هناك كوت وهذا الكوت يرتبط بما قدر له علم الجفر في جداوله يرسم خارطة كبيرة للتواصل مع هذه الشفرات مع ملاحظة أن تكون الجداول سليمة وأن وأن تكون قواعد التكسير قد أخذت منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعي موضوع واسع معقد أنا أحدثكم هنا عن فلسفة هذا العلم وهذا موضوع فيه تفصيل كثير سأذهب إلى الجداول الجداول هذه موجودة هنا هذه الجداول لا تمثل كل جداول الجافر هذه الجداول تشكل عشر الجداول الكبيرة أما الجداول الصغيرة فتلك كثيرة جدا وليست مهمة بالنسبة لحديث هنا لأنها يمكن أن تتوالد من خلال التجارب والممارسة مع الجداول الكبيرة بالنسبة للمشتغلين في هذا الحقل هذه الجداول تبنى على أساس ما يسمى بالأقاليم أقاليم علم الجافر الأقاليم في هذا النظام هذا نظام من مجموع عشرة أنظمة بمجموعها يتحقق النظام الكامل لعلم الجافر كثيرون من المشتغلين في هذا المجال لا يعرفون هذه الحقيقة يتصورون أن علم الجفر ينتهي عند هذه الجداول هذه الجداول تمثل عشرة علم الجافر هناك عشرة أنظمة هذا النظام الأول منها هذا النظام يتألف من أربعة أقاليم كل إقليم يتألف من سبع ممالك هذا الجزء الأول يشتمل على إقليمين وهذا الجزء الثاني يشتمل على إقليمين فهذا النظام الأول يشتمل على أربعة أقاليم في كل جزء من هذين الجزئين هناك إقليم في كل إقليم سبع ممالك في كل مملكة هناك ثمانية وعشرون من المدن ثمانية وعشرين مدينة في كل مدينة ثمانية وعشرين محلة ثمانية وعشرين حي من الأحياء في كل محلة في كل حي ثمانية وعشرين بيت في كل بيت من هذه البيوت أربعة أفراد الأفراد حروف هذه هي الجداول سأفتح لكم هذا الجزء على سبيل المثال كي تشاهد مثالا من أمثلة هذه الجداول إنني أختار مكانا لا على سبيل التعيين هذا هو الإقليم الثاني سأقرب الكتاب إلى الكاميرا كي تكون الصورة قريبة هذه هي الجداول كل جدول من هذه الجداول يمثل مدينة كاملة كل جدول الجدول في هذه الصفحة يمثل مدينة كاملة من مدن الإقليم وصفحة هذه أيضا تمثل مدينة كاملة من مدن الإقليم الجفري فهذا الجزء بكامله جداول كهذه الجداول وهذا الجزء أيضا هذا الجزء الثاني أيضا أختار صفحة لا على نحو التعيين كل صفحة من هاتين الصفحتين تمثل مدينة من المدن الجفرية من مدن الأقالي الجفرية كما قلت لكم هذا نظام من عشرة أنظمة من الأنظمة الحروفية الجفرية هذا هو النظام الأبجدي وهو النظام المشهور المعروف هذا هو النظام الأبجدي فهناك عندنا أقاليم أربعة كل إقليم يشتمل على سبع ممالك وكل مملكة تشتمل على 28 مدينة 28 مدينة يعني 28 جدول كامل هذا الجدول الذي عرضته لكم في الصفحة الواحدة هذا الجدول يمثل مدينة جفرية كاملة في هذا الجدول يوجد عندنا 28 سطر من الخانات كل سطر من الخانات يشتمل على 28 خانة 28 بيت فهذا السطر يسمى بالمحلة الجفرية المدينة الجفرية هي الجدول في الصفحة الكاملة المملكة تشتمل على 28 جدول 28 مدينة هذه تسمى بمملكة الإقليم يشتمل على سبع ممالك كل مملكة فيها 28 جدول كل جدول في 28 سطر 28 محلة كل محلة فيها 28 بيت 28 مربع 28 خانة في كل بيت يوجد أربعة حروف هؤلاء هم سكان البيت في كل هذه الخانات لا بد أن يكون ترتيب الحروف مختلفا وفقا لقواعد معينة في ترتيب هذه الحروف إذا اختل ترتيب هذه الحروف ستكون النتائج مختلة حتى مع وجود قواعد التكسير السليمة مع أننا لا لم تلكها الآن قلت لكم بالنسبة لي أعتقد أن الإمام الحجة رفع هذه القواعد هناك كلمة تتردد على ألسنة الناس من أن الإمام الحجة رفع بعض الحروف الإمام لم يرفع حروفا الحروف موجودة وبإمكاننا أن ننظم هذه الجداول التي تحتاج إلى وقت طويل في تنظيمها ولكن لا قيمة لها كل إقليم من الأقاليم الأربعة فيه 196 جدول الأقاليم الأربعة تشتمل على 784 جدول مراد من الجدول صورة الجدول التي عرضتها لكم في صفحة واحدة عدد المحلات عدد الصطور 21 952 أتحدث عن الكتابين الذين بجانب عدد البيوت 614 656 عدد الحروف في هذه البيوت مليونين وأربعمية وثمانية وخمسين ألف وستمية وأربعة وعشر مثل ما قلت لكم هذا عشر النظام الجفري فإذا أردنا أن نشكل النظام الجفري كاملا وإلى الآن أنا لا سمعت ولا رأيت ولا قرأت عن أن نظاما جفريا كاملا مشكلا بكل تفاصيله موجودا في مكان ما أتحدث بحدود علمي وبحدود إطلاعي إذن علينا أن نضرب هذه الأرقام بعشرة فمثلا عدد المحلات في هذين الجزئين واحد وعشرين ألف تسعمية واثنين وخمسين المحلة سطر يشتمل على ثمانية وعشرين خانة ثمانية وعشرين بيت إذا أردنا أن نأخذ بنظر الاعتبار تماما النظام فإذا ما ضربنا بعشرة سيكون العدد ميتين وتسعة ألف وخمسمية وعشرين سطر وكل سطر يشتمل على ثمانية وعشرين خانة وكل خانة تشتمل على أربعة حروف عدد الخانات في هذين الجزئين ستمية واربعة عشر ألف وستمية وستة وخمسين إذا ما ضربت بعشرة الناتج ست ملايين ومية وستة واربعين ألف وخمسمية وستين حقل خانة عدد الحروف في هذين الجزئين مليونين أربعمية وثمانية وخمسين ألف وستمية واربعة وعشرين إذا ما ضربت بعشرة أربعة وعشرين مليون وخمسمية وستة وثمانين ألف وميتين واربعين النظام الأبجدي نظام معروف لديكم ترتيب الحروف بحسب الأبجد ألف با جيم دال ها واو زاي حا طا يا كاف لم ميم نون سين عين هذا هو النظام الأبجدي النظام الثاني هو النظام الأبتثي مع ملاحظة أن المغاربة عندهم نظام أبجدي يختلف عن النظام الأبجدي المشرقي نظام المغاربة ما هو بنظام أهل البيت هذا نظام من العبث من العبث الإبليسي وعندهم أيضا نظام أبتثي آخر هناك كتب عند علماء المغاربة في الماضي وفي الحاضر من المعاجم ومن كتب الرجال رتبت بحسب النظام الأبتثي المغربي على سبيل المثال النظام الأبتثي المغربي ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال را زا طا ضا كاف لام ميم نون صاد ضاد عين غين فا قاف سين شين ها واويا أتحدث عن نظام قديم لا أتحدث عن نظام التعليم في المدارس مثلا أنا لا أريد أن أدخل في المنظومة المغربية لترتيب الحروف جئت بهذا مثالا على العبث الإبليسي في ترتيب هذه الحروف قطعا ستكون النتائج مختلة إذا أردنا أن نعكس هذا على تنظيم الجداول أعود إلى النظام الأبتثي ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ضا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها يا هذا النظام الأبتثي قطعا سيختلف تنظيم الجداول اختلافا كاملا ولن تكون الجداول متشابهة في أي بيت من بيوتها القيم الرقمية للحروف ستتغير فعلى سبيل المثال جيم في النظام الأبجد تساوي ثلاثة بينما جيم في النظام الأبتث تساوي خمسة وهكذا الكلام مع بقية الأنظمة فالحروف تتغير قيمها الرقمية بحسب هذه الأنظمة النظام الأيقغي هذا النظام الأيقغي والحروف أيضا ستتبدل قيمها الألف في النظام الأبجدي في النظام الأبتثي وفي النظام الأيقغي في هذه الأنظمة قيمته واحدة والألف هو الألف إنه التجلي الأول من النقطة من النقطة السيعلة فلذا قيمته واحدة في هذه المنظومات الحرفية النظام الأهطم قد يختلف المشارقة في تنظيم هذه الحروف هذا التنظيم الذي أجده سليما النظام الأهطمي ألف ها طا ميم فا شين ذال با واو يانون صاد تا ضاد جيم زاي كاف سين قاف ثا ضا دال حا لام عين را خا غين النظام الأحسد وهو النظام الخامس ألف حا سين تا با طا عين ثا جيم يا فا خا دال كاف صاد ذال ها لام قاف ضاد واو ميم را ضا زاي نون شين غين النظام الأد ضكي ألف دال ضاد كاف با ذال طا لم تا را ضا ميم ثا زاي عين نون جيم سين غين واو حا شين فا ها خا صاد قاف يا النظام السابع الأجنذي ألف جيم نون ذال يا لم ثا حا قاف شين واو فا غين دال سين ضاد با ميم خا طا كاف تا زا صاد را ها ها عين ضا النظام الأسبعي ألف سين با عين جيم فا دال صاد ها قاف واو ورا زا شين حا طا ثا يا خا كاف ذال لام ضاد ميم ضا نون غين النظام السمعني وهو النظام متاسع سين ميم عين نون كاف فا لام صاد قاف طا را يا زاي شين حا تا ثا ها خا واو جيم ذال دال ضاد ضا با غين ألف هنا في هذا النظام الألف سيكون في آخر النظام وهنا ستكون قيمته ألف بينما في سائر الأنظمة حرف الألف قيمته واحد لأنه يكون موجودا في بداية النظام إلا في النظام السمعني فإن قيمة الألف هنا ألف النظام العاشر وهو النظام الأسغني ألف سين غين نون عين باء ميم ضا فا لام جيم ضاد كاف صاد ذال دال واو يا ها خا را واو طا ثا زاي شين تا حا هذه الأنظمة العشرة الأبجدي الأبتفي الأيقغي الأهطمي الأحستي الأدضكي الأجنذي الأجنذي الأسبعي السمعني والأسغني كل نظام إذا أردنا أن ننظم جداوله فلابد أن ينظم بهذه الطريقة ومن هنا قلت لكم هذه الجداول تمثل عشر جداول علم الجفر إذا أردنا أن نستخرج الحقائق الكاملة من علم الجفر لن نستطيع أن نستخرجها من هذه الجداول فقط ستكون الاستخراجات منقوصة قضية واسعة مضطردة وكبيرة جدا إذا أراد أحد أن يشتغل فيها ربما يقضي عمره ولا يستطيع أن يصل إلى ربع ما يريد لا أقول إلى نصف ما يريد إلى ربع ما يريد لكنكم لو سألتموني هل أنت مهتم بهذا الموضوع أقولها لكم وحق الحسين لست مهتما بهذا الموضوع وهذا الموضوع منسي بالنسبة لي إنما أتحدث عنه الآن لأنه صار جزءا من برنامج أحدثكم فيه عن هذا الموضوع وعن هذه التفاصيل ما وصلت إليه من الحقائق من خلال أحاديث العترة الطاهرة عبر هذه السنين الطويلة ما يستخرج من هذه الجداول لا يعد بشيء ولا قيمة له ومن هنا فإنني لست مهتما وأرى الذين يهتمون بمثل هذه المطالب أحراهم لا يملكون الحكمة ولا يعرفون الطريق الصحيح لمعرفة الحقائق كل الحقائق مدعة ما بين القرآن المفسر بتفسيره وبين حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم إمامنا الصادق يقول إنني أتكلم الكلمة على سبعين واج ولي من جميعها المخرج هذا الكلام ليس مجازية كل التفاصيل في كلامهم وكل الصيد في جوف الفرح نذهب إلى فصل عن أبي خالد الكابلي قال سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فقال يا أبا خالد النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيام وهم والله نور الله الذي أنزل وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبه والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر ألخص لكم ما تقدم من حديثي ربما أتعبكم وأنا ما قصدت أن أتعبكم لكنني أردت أن أبين لكم من أن الذين يحدثونكم عن علم الجفري لا يفقهون شيئا من مشكلتنا في واقعنا الشيعي الذين الذين يتحدثون عن الدين لا يفقهون شيئا من الدين والذين يتحدثون عن القرآن لا يفقهون شيئا من القرآن والذين والذين يتحدثون عن محمد وأهل محمد لا يفقهون شيئا من معارفهم ومن ثقافتهم والذين يحدثونكم عن الجفري لا يفقهون شيئا من الجفر إلى أين أنتم ذاهبون إلى متى ستبقون مضحكة يا أيها الشيع أي شخص يريد أن يضحك عليكم بإمكانه أن يضحك عليكم لماذا لأن حوزة الطوسي داست عقولكم بالأحذية وألقت عقولكم في المراحيط ما أبقت لكم لا من عقل ولا من فكر ولا من ثقافة وصنعت منكم حميرا يركبون عليكم هذا هو الواقع أتحفوهم 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 بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسواق واحد قال لي أدر أنا شنو مستعجب أنا شنو مستعجب قل لنا أخر بابا ما توصل للنوبة إليها قال توصل أطمئنن تركبهم يعني ما شعر تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلى أخبر خمس سنة قال لي مستعجب مش دارها قلنا تركب يعني خلافة أغميشني كما تقول خلافة أغميشني كما تقول خلافة خقوش ديخ تعرفي خقوش ونص عبارة كنا على أتحفوهم وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسواق قال تركب مثل ما تركب نعم وغايد ديخ لا معلم إجمالي هذا هو واقع الشيعة لا أهل واقع الشيعة هذا هو الله هذا واقع الشيعة هذا هو واقع الشيعة هذا هو واقعكم وأنا معكم هذا هو واقعنا جميعا أنا لا أخرج نفسي من بينكم هذا واقع الشيعة منذ أن أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا أجدادنا الذين قضوا كانوا مضحكة وآباؤنا الذين قضوا كانوا مضحكة ونحن الآن مضحكة وأولادنا أيضا وأحفادنا أولادنا مضحكة لهؤلاء الشياطين لآيات الشيطان العظمى أولادنا مضحكة وأحفادنا مضحكة هذا هو الواقع الشيعي وهؤلاء الذين يخرجون عليكم في الفضائيات أو على الإنترنت كي يحدثوكم عن الجفر وهم لا يفقهون شيئا هم جزء من هذا البرنامج الإبليسي جزء من هذا البرنامج الشيطاني علم الجفر الذي نستطيع أن ننتفع منه هذا الذي أحدثكم عنه فأنا لا أحدثكم عن الجفر الذي مر الحديث بخصوصه في حلقة يوم أمس الجفر في ثقافة العترة لا أتحدث عن هذا أنا أحدثكم عن الجفر الذي هو جداول هو نظام نظام حرفي هذا العلم كان موجودا في الأمم السابقة قطعا كان موجودا عند اليهود لكنه كان مجزوءا ومن هنا شاع على الألسنة من أنهم يستعملونه في أغراضهم التجارية في أغراضهم السياسية أو في دسائسهم على طول التأريخ أتعلمون لماذا علم الجفر عند اليهود كان مجزوءا أولا أولا هم يعتمدون النظام الأبجدية فقط سائر الأنظمة ليست موجودة عندهم لماذا لأن عدد حروف حروف اللغة العبرية 22 حرفا 22 حرف ولذا فإن القيمة الرقمية تصل إلى آخر حرف عندهم بقيمة 400 فهناك ستة حروف ناقصة فكيف يستطيعون أن يرتبوا الجداول الكبيرة الكاملة ستكون الجداول منقوصة ولذا فإنهم سيعملون بالجداول الصغيرة الجداول الصغيرة التي تشكل ما أصطلح عليه القواعد الجفرية الذين درسوا الهندسة هناك في الهندسة إن كانت الهندسة هندسة إقليدية التي هي الهندسة المستوية أو كانت هندسة مجسمة هندسة الأجسام والحجوم هناك نظريات أساسية التي تشكل أصول الهندسة هذه بديهيات هندسية ثوابت هندسية تتشقق منها فروع هندسية هي استنتاجات هي نتائج هي فروع القواعد الجفرية بمثابة النتائج الصغيرة التي تستخرج من البديهيات ومن الأصول الهندسية الكبيرة هناك أصول كبيرة في علم الهندسة وهناك فروع تستنتج من تلك الأصول في علم الجفر هكذا هناك الجداول الكبيرة هذه التي حدثتكم عنها إنها الأقاليم الجفرية في الأنظمة الحروفية العشرة وهذا نظام واحد من هذه الأنظمة وهو النظام الأبجدي اللغة العبرية حروفها كما قلت لكم 22 حرفا بينما حروف العربية 28 حرفا ولذا فإن النظام الرقمي وإن القيمة الرقمية في الحروف العربية تبدأ من الواحد إلى العشرة وبعد وبعد ذلك ترتفع بأعداد العقود من العشرين إلى المئة ثم ترتفع أعداد المئين من المئتين إلى الألف فالمنظومة الرقمية في حروف العربية منظومة رقمية كاملة تراكيب الجداول ستكون تراكيب كاملة بسبب المنظومة الرقمية الكاملة فهناك عدد كامل هناك منظومة رقمية كاملة وهناك أنظمة حرفية متعددة لن تكون مخرومة من هنا فإن الجفر عند اليهود منقوص إلا أن يستعمل الجفر وفقا للغة العرب وفقا للغة العبرية فإن جفرهم سيكون منقوصا فآخر حرف عندهم ستكون قيمته أربعمائة من الأربعمائة إلى الألف ليس موجودا في حساباتهم الجفرية فلابد من تعويض ذلك بحروف مكررة ومضاعفة على أي حال علم الجفر هذا كان موجودا عند الأمم السالفة وتحديدا عند اليهود بشكل خاص وحتى عند الأمم الباقية وربما وجدوا في الآثار في الآثار المكتوبة ما يشير إلى هذا أنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل الذين لهم إلمام بعلم الجفر يعتقدون أن هذا النظام جاءنا منهم صلوات الله عليه فلابد أن تكون قواعد التكسير قد وردت منهم أيضا نحن لا نملك هذه القواعد نحن بإمكاننا أن نملك الجداول لكن القواعد الأصلية بحسب ما أعتقد نحن لا نملكها ومن هنا فإن النتائج التي ستستخرج ستكون بين بين لأن قواعد التكسير للاستخراج على ما أعتقد استخرجها من استخرجها وفقا للممارسة والتجربة فالممارسة والتجربة تعطي للإنسان خبرة تارة من خلال تكرار الاستخراجات وأخرى من رسد الوقائع على الأرض بإمكاننا أن نرصد بعض الوقائع على الأرض ثم نحاول أن نترجمها إلى معادلات جفرية قطعا هذا العمل يحتاج إلى نباهة إلى ذكاء إلى نبوغ ليس بإمكان كل أحد أن يقوم به حينما نرصد الواقع بدقة ونرى تلازما بين الأشياء نحاول أن نترجمها إلى معادلات جفرية بتكرار مثل هذه المسائل نستطيع أن نصل إلى بعض قواعد التكسير الجزئية الصحيحة مثل ما يوجد للمعادلة وللمسألة الرياضية أكثر من حل يمكن أن تحل بخطوتين ويمكن أن تحل بأربع خطوات ويمكن أن تحل بأكثر من ذلك كل بحسبه قلت لكم الجداول الجفرية هي خرائط للنظام التكويني وفقا للرموز الحرفية التي تشير إلى أسماء التكوينيات أتحدث عن الأسماء المدعة في داخل هذه التكوينيات هذا سأحدثكم عنه أقرب الفكرة لكم ورد في رواياتنا وأحاديثنا من أن المؤمن فيه فيه شبه من الله وفيه شبه من رسوله من رسول الله وفيه شبه من إمامه هذا هو الكود في المؤمن سأشرح ذلك لكم حينما نصل للحديث عن هذا الموضوع في الحلقات القادمة هذا هو اسمه هذا هو الاسم الذي نقرأ عنه في الأدعية ألا تغير اسمي لا تغير اسمي ليس هو الذي في البطاقة الحكومية في البطاقة المدنية لا تغير اسمي اسمي الحقيقي الذي يتألف من شبه في في ذاتي من الله ومن رسوله ومن إمامه ومن هنا كل شيعة تدعى بإمامها لماذا لأن أسماءهم التي يدعون بها ترتبط بإمامهم بإمامهم لكن بصياغة حروفية كنت أحدثكم عن القواعد الجفرية سأضرب لكم مثالا من الرصد سأضرب لكم مثالا من الرصد أثبته هنا على هذه الورقة مثال تقريبي مثال تقريبي لابد أن تعرف من أن علماء الدراسات المستقبلية ما يسمى بعلم المستقبليات عند الأمريكان عند الأوروبيين يقاربون في دراساتهم هذه المضامين من خلال رصد الوقائع ومن خلال دراسة فلسفة التأريخ وبعمق هناك ما يسمى بفلسفة التأريخ وهناك ما يسمى بتأريخ الحضارات وهناك ما يسمى بدراسة المستقبل ما يسمى بالبدائل المستقبلية المستقبليات هي جمع ما بين فلسفة التأريخ وتأريخ الحضارات وكشف أسرارها وما بين البحث في البدائل المستقبلية وفقا للمعطيات المتوفرة من معطيات الماضي أو من معطيات الحاضر أو من المعطيات التي يبدو تحققها قريبا فيما يأتي من مستقبل الزمان كل هذا يجمع في منظومة علمية منطقية تسمى بالمستقبليات من العلوم التي يهتم فيها الدارسون للإنسان ولمستقبله وللحياة على الأرض وما سيكون في قادم الأيام الرئيس الأمريكي هاريسون الذي انتخب سنة 1840 كان في نية أن ألملم حديثي في هذه الحلقة لأنني لست كثيرا متشوقا للحديث عن الجافر لكن الوقت يفرض علي أن أجعل حلقة أخرى هي حلقة يوم غد أجعلها إكمالا لحديث هذا اليوم أعود إلى المثال الذي أردت أن أضربه لكم هاريسون الرئيس الأمريكي الذي انتخب سنة 1840 رئيسا للولايات المتحدة توفي سنة 1841 بمرضي ذات الرئة منذ ذلك التأريخ ما يسمى بين دارسي الواقعي الأمريكي هناك من يدرس الواقع في جزئياته العميقة هناك من يدرسون الواقع الإنسانية بهذه الطريقة أنا لا أتحدث عن الدجالين والفوالين أتحدث عن الذين يدرسون الأشياء بعمق وتلك الدراسات قادتهم إلى علم المستقبليات إلى علم حساس وضروري جدا في واقعنا المعاصر ربما كثيرون منكم لم يسمعوا به منذ ذلك التأريخ منذ وفاتي هاريسون الذي انتخب سنة 1840 وتوفي سنة 1841 بذات الرئى توفي مريضا بهذا المرض منذ ذلك التأريخ وعبر السنين بعد كل عشرين سنة حينما ينتخب رئيس أمريكي إما أن يقتل وإما أن يموت في فترة رئاسته أنا جئتكم بهذا المثال لأن المثال هذا يمكنكم أن تتأكدوا من في كتب التأريخ بإمكانكم أن تدخلوا إلى الإنترنت كي تتأكدوا من دقة هذه المعلومات أنا ما جئتكم بشيء غيبي وتعمدت أن آتي بهذا المثال لأن المثال قد رصد ودرس تأريخيا في الولايات المتحدة الأمريكية هاريسون سنة 1840 انتخب توفي سنة 1841 بذات الرئى بعده بعشرين سنة كل أربع سنوات هناك انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية بعده بعشرين سنة متى انتخب 1840 إبراهام لينكولن متى انتخب سنة 1860 الذي يعرف عنه من أنه محرر العبيد إبراهام لينكولن انتخب سنة 1860 في دورته الثانية انتخب مرة ثانية اغتيل قتل سنة 1865 اغتيل قتلا إبراهام لينكولن بعده بعشرين سنة متى قلنا هاريسون انتخب 1840 توفي بذات الرئى 1841 بعده بعشرين سنة 1860 جاء لينكولن قتل سنة 1865 تم اغتياله بعده بعشرين سنة سنة 1880 جاء الرئيس الامريكي كارفيلد اغتيل سنة 1881 بعد سنة من رئاسته لينكولن بعد خمس سنوات من رئاسته في الدورة الثانية بعد 1880 بعد عشرين سنة 1900 جاء الرئيس الامريكي ماكينلي قتل سنة 1901 بعد سنة من انتخابه اغتيل بعده بعشرين سنة سنة 1920 جاء الرئيس الامريكي هاردينك توفي في رئاسته سنة 1923 بعده بعشرين سنة سنة 1940 روسفيلد انتخب لمرة اخرى توفي سنة 1944 جون كندي انتخب متى 1960 بعد روسفيلد بعشرين سنة 1940 روسفيلد 1960 جون كندي اغتيل سنة 1963 هذه عملية رست 1840 هاريسون توفي بعده بعشرين سنة لينكولين 1860 اغتيل بعده كارفيلد 1880 اغتيل بعده ماكنلي سنة 1900 اغتيل بعده هاردينك 1920 توفي بعده روسفيلد 1940 توفي هذه السنوات التي اقرأها سنوات الانتخاب بعده جون كندي 1960 اغتيل سنة 1963 1960 بعدها بعشرين سنة 1980 رولاند دريغا تعرض لمحاولة اغتيال لكنه لم يقتل في الدورة الاولى تعرض لمحاولة اغتيال من هنا يقولون الان في برامج التنبؤات عن جو بايدن من انه سيقتل بسبب عملية الرصد هذه لانه متى انتخب انتخب سنة 2020 جورج بوش الابن انتخب سنة 2000 لم يقتل ربما كان قديسا اتباعه يقدسونه انه من اصحاب الولادة الثانية يعتبرونه من الاولياء في الاجواء المسيحية الانجيلية يعتبرون جورج بوش الابن لا شأن لنا به لكن السلسلة كسرت بريغان تعرض الاغتيال ولكنه لم يمر جو بايدن جاء بعد جورج بوش بعشرين سنة انتخب 2020 من هنا يقولون عن من انه سيقتل من انه سيموت من ان نائبته هي التي ستكمل الفترة الرئاسية السبب هو هذا ربما كثيرون لا يعرفون السبب يقولون الكلام في البرامج وهم لا يعرفون السبب السبب هو هذا بسبب عملية الرصد لهذه لهذه الأحداث فيأتي راصد يرصد هذا التسلسل يحوله الى معادلة جفرية ويمكنه ان ينظم قاعدة للتكسير ويمكنها ان تنطبق على حالات اخرى لكننا لا نملك يقينا بان النتائج ستكون دقيقة وصحيحة هذا علم يرتبط بالاسرار الكونية مثلما نظامه لا بد ان يأتينا منهم صلوات الله عليهم لا بد لقواعد التكسير ايضا لا بد لقواعد الاستخراج للبرمجيات هذا جهاز كمبيوتر يحتاج الى برنامج اين هو البرنامج نحن الان نملك الجهاز لكننا لا نملك البرنامج الذين يشتغلون في هذا الحقل يمتلكون برامج مضروبة مزورة ما هي بالبرامج الاصلية ومع ذلك فانني اقول لكم الحق كل الحق والمعرفة كل المعرفة والاسرار كل الاسرار ليس في هذه الجداول في قرآنهم بشرط المفسر بتفسيرهم وفي احاديثهم بشرط المفهمة بقواعد تفهيمهم وهذا هو الذي عثرت عليه الكنوز التي عثرت عليها ما عثرت عليها هنا مع معرفتي بما هنا الكنوز التي عثرت عليها في اتباعي لحديث الثقلين لوصية رسول الله صلى الله عليه وآله حين قال ما إن تمسكتم بهما معا ما إن تمسكتم بهما معا لن تضلوا بعدي أبدا الكنوز كل الكنوز وجدتها حين حاولت أن أكون وفيا ببيعة الغدير حيث اشترط علينا رسول الله في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير من علي فقط من علي فقط حاولت طيلة عمري لا أعتقد أنني قد نجحت في كل المحاولات لكنني حاولت طيلة عمري أن أأخذ التفسير من علي فقط وحاولت طيلة عمري بعد أن تلمست طريق النور في وصختي ذلك الظلام الدامس ظلام المرجئة والبترية والمقصرة حاولت أن أفهم حديثهم بقواعد تفهيمهم بقدر ما أستطيع قطعا محاولة ناقصة فأنا بشر ناقص إنسان محدود ماذا سينتج عن بشر ناقص عن إنسان محدود قطعا النتائج ستكون ناقصة قطعا النتائج ستكون محدودة نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم قال لي نعم واختلاف ولد العباسي من المحتوم وقتل النفس الزكية من المحتوم وخروج القائم عليه السلام من المحتوم فقلت له فكيف يكون النداء قال ينادي مناد من السماء أول النهار ألا إن الحق في علي وشيعة ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار ألا إن الحق في السفياني وشيعته فيرتاب عند ذلك المطلون بالنسبة للرؤساء الأمريكان المنجمون الذين يشتغلون بعلم التنجيم يقولون من أن السبب في تسلسل هذه الأحداث بهذا الشكل الغريب والعجيب يرجعونه إلى الاقتران ما بين كوكب المشتري وكوكب زحل الذي الذي قد حدث في كل فترات هؤلاء الرؤساء فيقولون من خلال رصدهم لحركة الأفلاك والكواكب يقولون كل الرؤساء الذين أشرت إليهم الذين ماتوا بمرض ماتوا حتف أنفهم اغتيلوا كلهم كان في فترة حكمهم هناك اقتران ما بين كوكب المشتري وكوكب زحل هم منجمون رصدوا الحالة وأرجعوها إلى هذا السبب بحسب ما يعتقدون لا شأن لي بهم هل أصابوا هل أخطأوا أردت أن أقرب لكم الفكرة بالنسبة للمشتغلين في حقل الجفر فإنهم أيضا يرصدون بعض الوقائع في الحياة مثلما علماء التنجيم يرصدون بعض الوقائع ويذهبون للبحث عن خفاياها ويجدون لها علة فحيثما توفرت تلك العلة فإن المنجم يستنتج نفس النتيجة المنجم حين يتحدث مثلا عن موت بايدن فإنه يتحدث عن رصد للوقائع السابقة وعن تحليل وتشخيص لحركة الأفلاك والكواكب واقترانها وهذا أمر خاص بين المشتغل في حقل الجفري حينما يرصد ظاهرة كهذه الظاهرة وبإمكاننا أن نرصد كثيرا من هذه الظواهر على مستوى حياتنا الشخصية أو على مستوى حياة أسرنا أقربائنا أصدقائنا أو على مستوى حياة شعب من الشعوب أو على مستوى العالم فإذا ما رصدنا تلك الوقائعة وذهبنا بحثا في تفاصيلها وفقا لعلم المستقبليات قد ندرك شيئا من أسرارها وأسباب حدوثها وأسباب تكرارها وسنتنبأ بحدوثها مرة أخرى وكذلك بالنسبة للمشتغلين في علم الجفري فإنهم يرصدون الوقائعة إذا ما تأكدوا من دقة رصدهم ومن أن المعلومات محكمة عندهم يستطيعون أن يحولوا ذلك إلى معادلات جفرية يستخرجون منها قواعد حساب وتكسير يمكنهم أن يطبقوها في الحالات المشابهة وكل هؤلاء المنجمون والمستقبليون والجفريون لا يمكننا أن نقطع بالنتائج التي يصلون إليها هم يعتمدون على رصد مجزوء ومن خلال بحثهم يحاولون الوصول إلى بعض الأسرار الخفية فحتى لو توصلوا إلى بعض الأسرار الخفية إنها جزء أسرار ما هي الأسرار كلها من هنا لا نستطيع أن نقطع بالنتائج التي يصل إليها المنجمون حتى لو جربنا صدقهم وكذلك المستقبليون حتى لو جربنا صحة ما يستنتجونه والأمر هو مع الجفريين القضية بين 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 الصواب والخطأ الصواب القطعي لا يكون صادرا إلا منهم إلا بواسطة أسبابهم بما أن قواعد التكسير التي عندنا ليست منهم فإننا لن نصل إلى النتائج القطعية هم سفينة النجاة إذا أردنا أن نصل إلى الحقيقة فإن الحقيقة عندهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عندي الكثير من المطالب لكنني إذا ما طرحتها سأضطر إلى أن أقطع الحديث وسيكون الكلام مجزوءا ولا أريد أن أضع بين أيديكم معلومات تكون مجزوءة لذا فإنني سأترك الكلام إلى الحلقة القادمة إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى كي أحدثكم عن المستخرجات الجفرية بشكلها الأول وبشكلها الثاني أيضا عن المستخرجات الجفرية من الجداول الكبيرة وعن المستخرجات الجفرية من الجداول الصغيرة هذا الكتاب ماذا قال علي عن آخر الزمان الجفر الأعظم اجتمل على الكثير من المستخرجات الجفرية لكن المؤلف نسبها إلى أمير المؤمنين وهذا خطأ كبير قد يمر الوقت وبعد ذلك يقال لهذه المستخرجات الجفرية روايات وأحاديث المستخرجات والجفرية ما هي بروايات وأحاديث هذا ما سأحدثكم عنه في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أتمنى أن تكون الصورة قد توضحت لا أقول إلى حد كبير ولكن إلى حد معين عن المراد من علم الجفر هناك من يحاول من خلال المستخرجات الجفرية ومن خلال ما يعرف من قواعد التكسير عند المشتغلين في هذا المجال أن يشخص موضع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه إذا كان يملك قواعد تكسير صحيحة فإنه يستطيع أن يشخص مكان الإمام بالإجمال قطعا قطعا إذا أذن له الإمام لأن الغيبة عبارة عن صحائف إذا كنتم قد دخلتم إلى مسرح كبير إلى داخل المسرح المسارح الكبيرة تشتمل على العديد من الستائر هناك الستارة الخارجية الرئيسة التي يغلق بها المسرح حينما ينتهي برنامج المسرح لنفترض أن على خشبة المسرح مسرحية حينما تنتهي أحداث المسرحية وبحسب المعتاد يخرج الممثلون كي يودع الجمهور الذي كان يشاهدهم يعودون إلى الوراء شيئا فشيئا تغلق الستارة الرئيسة وراء هذه الستارة في المسارح الكبيرة هناك العديد من الستائر على مسافات مختلفة فقد تكون الستارة الرئيسة حمراء باللون الأحمر ستأتي بعدها ستائر بألوان مختلفة ستأتي ستارة صفراء زرقاء خضراء وما بين الستارة والستارة هناك مسافة معينة هذه يستعملونها في العمل المسرحي حينما يريدون أن يلغوا جزءا من الدكور حينما يريدون أن يخفوا بعض الممثلين كي يفاجئوهم بعد ذلك بعد أن يطفئوا الأضواء ويفتحوا الستارات الثانوية هذا عمل يعرفه المشتغلون في المسارح الغيبة على صحائف قد يغيب الإمام الملائكة أنفسهم لن يصل إلى مكانه إلا للذين يأذن له وقد يغيب عن خواصه الذين يعرفون مكانه وهو معه الغيبة لها صحائف عبر عنها في مصطلحاتهم الشريفة بصحائف المحنة صحائف المحنة هي صحائف الغيبة فالغيبة على مستويات من هنا فإن السفيانية في زمانه يستطيع أن يشخص مكان الإمام بالإجمال الإمام ليس ظاهرا هذا الحديث قبل الظهور قد يصطلحون عليه في زماننا من أنها فترة الظهور الأصغر ما هو بظهور إنها صحائف الغيبة مستوى من مستويات الغيبة بإمكان الأعداء أن يشخص مكان الإمام ولو بنحو إجمال من هنا تأتي الأدعية من أننا ندعو للإمام أن يحفظ من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن ورائه أدعية الحفظ هذه لمستويات من مستويات الغيبة تحديد المستويات مرده إلى الإمام نفسه صلوات الله وسلامه عليه ألا يلتقي الإمام ببعض من شيعته ما هذا خرق للغيبة هل هو خرق ما هو بخرق إنها صفحة من صفحات الغيبة الإمام يرفع فيها الستارة هنا ولذا فإنه يلتقي ببعض شيعته حينما أخذ القرامطة الحجر الأسود ووضعوه في اليمن لأكثر من ثلاثين سنة وأرجعه العباسيون ونحن في عقيدتنا من أن الحجر الأسود لن يثبت ولن يستقر في مكانه إلا أن يضع المعصوم يده عليه فمن الذي وضع يده على الحجر الأسود الإمام الحجة أمام الناس لكن الناس ما كانوا يعرفونه حكاية طويلة فيها تفصيل هذه هي صحائف الغيبة صحائف المحنة في بعض الأحيان إذا كانت قواعد التكسير صحيحة وكانت الجداول صحيحة وكان الممارس يعرف أن يتعامل بقواعد التكسير مع الجداول بشكل سليم بإمكانه أن يشخص موضع صاحب الأمر بالإجمال إذا أذن له الإمام من هنا قلت لكم من أن الإمام الحجة رفع قواعد التكسير الأصلية وقت الحلقة انتهى لازال الحديث متواصلا نلتقي غدا في أجواء علم الجفر نلتقي على مودة القيمة والقائم صلوات الله عليهما أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر